بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد من عبد الله وليه وصحبه ومن ولاه اهلا بكم في حلقة جيدة من سلسل سنة ولا كمبيوتر برعاية موقع تعلم وفكرة وتقديم محدسكم وبرعاية عبد حميد منتاج واخراج احمد شفين هذا متغامل المنصورة مصر القامل تليفونات 016 50 47 329 او 017 52 72 96 الايميلات learnonline.com فيهروجروباتياهو.com هنبدأ النهاردة ان شاء الله شرح برنامج مهم جدا ومشهور جدا هو برنامج مايكروسوفت وورد او ms word برنامج الورد بالصلاة المختلفة من برامج المهمة والشهيرة للغاية يعني من برامج الناس كتير جدا تستخدمها طلبة واسادزة وناس حتى منهم مش علاقة بجوانب كثير في الكمبيوتر بيستخدم الورد لانه برنامج معالج الكلمات او برنامج كتابة يعني دايما بنحتاج نكتب حاجات كثيرة على برنامج الورد عشان نطباح اعلانات مذكرات ملازم اي حاجات اللي هي بتساعد الطلبة او من الحاجات اللي انت بيكون محتاجة في اي تخصص متخصصات دايما محتاج ان تكتب حاجة كمبيوتر لان شكلها بيكون احسن وبيبقى خطها طبعا اكثر سهولة في القراءة وواضح جدا وكلنا متعودين على قرائته غير خط الايد ومشاكل الكتابة بيه هنتكلم النهاردة في برنامج وورد على المنهج الوضعه دكتور عاطف هرائي يا ربي بركلاف عمر يا رب اه نبدأ مع بعض بسم الله مرحيم امي اس وورد امي اس ديت قدام اي برنامج يعني ماكروسوفت امي اس قدام اي برنامج يعني ماكروسوفت ده الشعار بتاع البرنامج الو الزرقة دي كل برنامج من برامج الوفيس اللي هو شعب برامج الوفيس هي حزمة برامج مكتبية حزمة يعني مجموعة 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 برامج شركة ماكروسوفت بتصديرها مع بعض عشان كده بسميها حزمة او باكيج اشهرهم الوورد اشهرهم على الاطلاق الوورد وفي بعد كده الباور بوينت والاكسل والاكسل ده اشهر اربعة الاخوات الاربعة في برامج المكتبية الشركة ماكروسوفت مسميهم ماكروسوفت اوفيس يعني برامج ماكروسوفت المكتبية لان كل الناس بتقدر المكاتب او بتتعامل مع اوراق الشغلها بيعتمد على الاوراق بتحتاج غالب هذه البرامج او كلها احيانا فده او لهم واشهرها وocused السامن ال WILLIAM هنتكلم في التعامل مع البرنامج هنتكلم في التعامل مع اوراق نص من النصوص على قدام نص 2018 اي نص انا اكتب استعامان الماءلف exclusive to theуль يعني مثلا لو عندي كتاب موجود فيه جدول ازاي يعمل الجدول ده او لو انا عايز اعمل جدول جوه كتاب اللي انا بألفه وجوه المذكرة او الملزمة اللي انا بيشتغل عليها التعامل مع الملفات لما يكون عندي مجموعة ملفات ورد على الجهاز انا كاتب كزا حاجة قبل جده ازاي اتعامل معهم ازاي اخليهم يتدخلوا مع بعض او فرقوا مع بعض او ازاي اخلي مستند واحد او حاجة واحدة انا كاتب اقسمها نصين او اجمع مع مجموعة حاجاتنا مع بعض الادوات المبساعة الادوات اللي اللي هتساعدني لو حصل عندي ان في مشكلة وجدني ازاي برنامج الملكو صوفت وورد بساعدني اولا نتعامل مع البرنامج تشغيل البرنامج تشغيل البرنامج عادي جدا زي تشغيل اي برنامج بنروح على قائمة start بنروح على قائمة start وبعدين بنروح على all programs هيفتح لنا كل البرامج العجاز اي برنامج بيتسطب اي برنامج بيتحط عجاز بيروح على all programs دي هو اسمها كافة البرامج اصلا هي all programs اه بعدنا هنروح على بتاعت ميكو صوفت اوفيس اه منسطب فيها حاجات كتير او من ضمنهم ميكو صوفت اوفيس وورد الفين وثلاثة طبعا الشركة اصدار كزا اصدار يعني اصدار مثلا اه ماكو صوفت اوفيس الفين وسبع وبعدين الفين ماركو سوفت اوفيس وورد 2003 له مجموعة برامج تانية مساعدة في نفس الموضوع اللي هو البرامج المكتبية لكن كل واحد يؤدي وظيفة وغير غير تانية مثل ماركو سوفت اوفيس باور بوينت 2003 وماركو سوفت اوفيس اوت لوك 2003 والاكسل وماركو سوفت اوفيس اكسل 2003 والاكسس الاكسل ده بتاع جداولي قواعد بيانات يعني ايه يعني ان نجمع بيانات مجموعة هائلة من الاشخاص او الاشياء في مكان واحد صغير بحيث ان انا لو حست اعرف اي معلومة عن الاشخاص ادرى اعرفها بسهولة بمعنى ان انا عملت قاعد البيانات للمصريين المصريين دهو الـ 80 او 85 مليون اقدر اعمل قاعد البيانات بحيث اعرف كم عدد الافراد اللي سنهم اقل من 20 سنة كم عدد افراد اللي سنهم اقل من اربعين سنة كم عدد الافراد سنهم اكبر من 70 سنة في ثانية واحدة يعني ده فكرة قاعد البيانات ان انا نقدر في ثانية اعرف معلومات عن مجموعة هائلة من الاشياء مرتبطة ببعض في عامل مشترك ما بينهم من كلهم مصريين ده فكرة قاعد البيانات خلاص طبعا ما احتاجش احمل لقاعد البيانات انا كانسان لقاعد البيانات عن المصريين بس بحتاج احمل لقاعد البيانات مثلا عن الموظفين في الشركة بتاعتي انا في شركة معينة وعندي مثلا الموظفي في الشركة 500 موظفين فانا عايز اعرف بيانات كاملة عنهم مرتباتهم اه حاليتهم الاجتماعية اه من فيهم مثلا نفرض ان الشركة بتطلع مثلا حاجات زي رحلات ع عمرة مثلا مين فيهم اللي حاج ولي محاجش الشركة مفوط طلع مين السنة دي اي بيانات عن اي حاجة اي بيانات عن اي حاجة في قاعد البيانات بتوصلني لحاجة اللي انا عايزة خلاص بعد كده الاكسل الاكسل برنامج جداول يعني برنامج بساموس بيرتشيت اللي هو الاجندة الكبيرة او الدفتر الكبير او اللي كان بيبقى عند المحاسبين زمان محاسبين بقى عندهم دفتر كبير او كده بيبقى كلهم مربعات اه 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 يعني كل جداول بيدون في الفلوس الصدر والوارد ويجمع ويشوف الشركة صرف تقديق وكسبانين والله خصانين ويعمل الميزانيات حاجات بتاع بتاع المحاسبين الاكسل بقى بيبقى على الجهاز يعني ملوش مساحة خالص ويعمل كل حاجات دي الواحده وما بيغلطش زي المحاسب محاسب زمان كان يقعد يرجع الميزانية اللي هو عملها عشرين مرة ويجمع في الانقام اه كتير وعلى الالة الحاسبة ويرجعهم مرة مع ازميل ويطابق البيانات وشغلان انما الاكسل بيعمل الكلام ده كله في ثانيا خلاص بعد ذلك الاؤتلوك برنامج الاوتلوك ده برنامج بيه اه بينظم الوقت يعني برنامج بيكلم لحضورك مسؤول كبير ومحتاج مثلا اه استقام سكرتيريا فهيبقى عندك سكرتير او سكرتيرا بينظم لك موعدك بيشوف لك اميلاتك بيشوف اه اه وقت فراغ حضرتك ووقت انت تستغله في حاجات متاحة بالنسبة لك وبينظم بيحسب لك وقت الاجتماعات بينظم لك كل الحاجات ديت برنامج برنامج باوربوينت اللي احنا بنشغلين بيه ده ده بيساعد مسلا اساس الجامعة على انهم يضعوا محاضرات اه من خلال الصور المتحركة والحاجات اللي احنا بنستخدمها ديت ده البرنامج باوربوينت بيساعدك على الموضوع ده بانه يساعد المحاضر على انه يدي محاضرته خلاص برنامج بعد كده اما كو صفت بابلشر ده برنامج نشر يعني ايه نشر يعني اه 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 لما يكون عندك حاجة وعايز تنشرها مثلا عن نيت برنامج بابلشر يساعدك على الموضوع ده انك تنشرها على انه مجموعة البرامج اللي قدامني طبعا بيه برامج مجموعة اوفيس تانية يعني يعني كل شوية بتحتوي على حاجات تانية في برنامج اسمو فيزو في برنامج كتير يعني اه بس ما بنحتاجش انا قدامنا بحاجة الارباع الاشهر اللي هما قلنا عليهم والوورد والباوربوينت والاسل والاسس هم الارباع الاساسيين اللي احنا بنحتاجهم في التعامل مع مع برنامج المكتبية البقيين بيحتاجهم اه ناس تاني يعني اه الي المستخدم عادي ما بيحتاج اصلا غير ثلاثة فعليا المستخدم عادي ما بيحتاج كمان الاسس يحتاج الورد والباوربوينت والاكسل هذا لو يحتاجهم ولكن على الاقل نكون معنا الورد ونشارح الورد والباوربوينت والاكسل ومدي الفكرة بتاع الاكسل وهذا اللي نشتغل عليه الفكرة بتاع الاكسل ليس مهم ان تبقى عارف الاكسل يعمل كيف يعمل ولكن مهم ان تبقى فاهم فكرته وبحس انك تبقى عندك خلفية عن موضوع قواعد البناء نجي بقى البرنامج اول ما فتحت البرنامج زي ما قلنا من مكروسوفت اوفيس فتحت مكروسوفت اوفيس وورد 2003 هيتفتح لك الشاشة اللي قدام حضراتكو دي دي منطقة الكتابة يعني دي الصفحة نفسها المكان اللي انا مكتب فيه كل دي المنطقة البيضة بعد جدا عندي فوق التايتل بارشية العنوان المكان اللي انا اه بيبقى مكتوب عليه اسم المستند طبعا هو اسم الافتراضي له يعني من غير ما انا سميه بقى اسم اسم document one وانا بحفظه بقى بسيفه باسم تاني الاسم اللي انا عايزه بعد كده بيبقى عندي تحت ال status اه بارشية الحالة بيوضح لي انت عندك كم صفحة عندك في الصفحات دي كم مقطع من مقاطع الكتابة اه احنا في الصفحة رقم كم من كم صفحة احنا في الصفحة واحد من عدد صفحات واحد يعني عدد صفحات الكل واحد واحنا وقفين في الصفحة رقم واحد كم سطر كم عمود بيديك بيانات شامنة عن اي حاجة وبيساعدني على ان انا اعرف بيانات الحاجة اللي انا بعملها دي اتابع اعافة ان وصلت لكم صفحة اعزة و ادد عدد صفحات المستادقة وعليلها عندي فوق بقى المينيو مش باينة من هنا عندي فوق المينيو بار عندي فوق المينيو بار ها يسمى المينيو بار اكربات كومنتس دي مش هتلاقي عند حطتك ده برنامج بيستطى مع الوود بحيث ان هم الاثنين بيركبوا على بعض انما الاساسيات الاساسية اللي هتلاقيها عندك هم الى حد هنا بس اللي هو ملف وتحرير وعرض وادراج وتنسيق وادوات وجدول واطار وتعليمات ده هي الحاجات الاساسية طبعا احنا نشرح عربي وان شاء الله لما نشرح عملي او نستكمل باية الحاجات ونعمل مشروع او نعمل صفحة كاملة ونشتغل عليها ونقوم كل الاحتمالات هنبقى نتطرق لموضوع اللغة الانجليزية بعد ما نتطرقنا اللغة العبية بس انت كده كده هتعمل على اثنين شاء الله هنبكون سهولة بعد كده عندي طبعا اشرة الادوات اشرة الادوات دي اشرة مختلفة جدا فيها كل الادوات اللي بتساعدني على التعامل مع البدنان شديدة القواهم المينيو بار انا اول مواضية على المينيو بار كديه ادراج ولي اع Grabs افراج لرمز ولا الفرط او التعليق او صورة ولا الكائن او الاين合از ماهاز على مينيو بار هي ممكن اليها بتشغيل القوائم يعني بالماوس يعني يتم العقاب تشغيل القواهم من قصص بثلاث طرق querying code mist б 16. ك entities ازاي? يعني انا ممكن ارجع على الحاجة اللي انا عايز اقف عليها واضغط هنا. اضغط على العرض. اتقوم عرض مفتحاري اقوم جايب الحاجة اللي انا عايزها من. او اضغط على ادراج. هتقوم الادراج مفتحالي اهي. ومكتوب فيها الحاجات اللي جوا. هاختار منها بقى اللي انا عايز. دي حاجة. تاني حاجة ممكن ما استطيع موز خلص. ممكن هستخدم alt ثم الاسهم. لما هضغط على alt ثم الاسهم. ايه اللي هيحصل? هيقول اللي ده انت ده ده وقت يوقف على ملف. وبعد انه يقفل على تحرير. لما هضغط على السامة تاني. وبعد انه يقفل على عرض. وبعد انها يقفل على ادراج. وبعد انها يضغط على تنسيق. وبعد انها يضغط على ادوات. يبدأ ده يجعلنا يتحكم في الموضوع ده عن طريق الايه الكيبورد. فيه طريقة تانية اننا نتحكم منها عن طريق الكيبورد. alt مع الحرف المختصر او مع حرف الاختصار. ازاي? لو لحصة تلاقي فيه حرف تحت شرطة. اللي هو الميم هنا. والح هنا. والعين هنا. فانا اضغط على alt مع الميم هيفتح لي ملف. لو اضغط على alt مع الحة هيفتح لي تحرير. لو اضغط على alt مع العين هيفتح لي عرض. دي الفكرة. يمكن اننا ممكن عن طريق الماوس. ممكن عن طريق على alt وتاني نحرك بالاسوب لحد ما وصل القائمة اللي انا اعزي. ممكن عن طريق حرف alt مع حرف الاختصار. اللي هو الحرف اللي مجدود تحتيه خط. الحرف اللي مجدود تحتيه خط في العرب والانجليزي. في العرب والانجليزي. يعني ان ملف بالانجليز اسمها فايل. فانا لو ضغلت alt f. الاف هي اللي هي تحتها غط بدل مين. لو ضغلت alt f. هيفتح لي هيفتح لي قائمة ايه ملف. عن طريق ايه كيبورد. ايه لو انا بحباش استخدم الكيبورد بدلا من الموز. ده الشكل اللي بيوضح لك ايه? ايه? يعني ايه حرف اغتصار يعني حرف اللي تحته خط. طبعا بنلاقي تحت ساهمين ده بيقول لك ان القائمة دي مش كاملة. انا اعرض لك اهم الاوامر اللي انت بتستخدمها في القائمة دي. طبعا انا عايز اكمل القائمة لان انا عايز اوامر وحاجات اه خياراته بدائل اه جديدة مش موجودة هن. اقول لي اضغط على الساهمين دولت هتقوموا قائمة مفرودة. لعرض بقية عناصر القائمة. يعني هتقوموا قائمة مفرودة ويقول لك ده فيه كذا وكذا 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 كمان. اي حاجة من الحاجات اللي انا بفتحها مسلا لما فتحت عرض في الباوربوينت ده ده لما فتحت عرض قائمة في الورد. لما فتح قائمة عرض في الورد هيقول انت حيز تختار اي صورة من صورة العرض العادي ولا بتاع الويب ولا بتاع الطباعة ولا بتاع القراءة ولا بتاع المخطط التفصيلي. انت لو عايز تتعرف عدودات هات كل واحد منهم بيختلف في الشكل بس. العرض العادي يعرضو لك عن المستهل العادي. العرض الويب يعرضو لك بيقول لك لو انت عملت صفحة نت هتحط زي عن نت. بطاعة الطباعة بيقول لك لو اتطبع اي بقى شكل واي. بتاع القراءة بيفتع لك صفحتين اصاب بعدك انك بتقولها في كتاب مخطط تفصيلي بيديك تفاصيل لكل الحاجات يعني بشكل ايه يساعدك على المعالجة يعني بيساعدك على انك تصحح فيه او تعدل فيه او تزبط فيه زي ما انت عايز. لو لو بصيت هلاقي فيه حاجات عادية قدامي. وفيه حاجات قدامها سهم وفيه حاجات بعدها تلات نقط. لو خدت بالك هلاقي فيه حاجات عادية هي. ما فيش قدام حاجة. وفيه حاجات قدامها سهم وفيه حاجات قدامها تلات نقط. قدامه سهم معناه ان انا لو قفت عليها سيفتح لي واحد تانية قيمة تانية فيها حاجات جديدة. خصوص? تحاجه. الى قدامه تلاتة نقطة معناه ان انا اضغطت عليها سيفتح لي نافذة. يقول انت عايز تعمل ايه? انما لو ضغطت على هذا. ده خطوة واحدة يعني ما فيه مشكلة. يعني ده تضغط علي حاجة تحصل في ثانية. انما هنا يفتح لك قيمة جديدة تختار من ما انت عايزه. هنا اختار لك نافذة تختار من حان幾 fluid shape. هذا هو الشكل من أشكالها. ممكن تكون موجودة في هذا الشكل ويستكون موجودة بالشكل الثاني. الشكل الاولaining هو الافقي ومجدأك ناضي في caer tried and 쓰nersボール 150 بك ثم Ж يمكن أن يكون موجودة بالشكل الثاني. يمكن أن تكون موجودة بالشكل الثاني. الشكل الاولي هو العرض أو Warmitti هي الشكل الثاني. وسعب محركة في المكان يعيش. طب فرضنا ان الدنيا زحمة اوى وانا معنديش مكان قلص مشغل بحتاج في الورد ده مئة حاجة مع بعض. يبقى ممكن اخليها طايرة يعني اجي كده هو واشدها كده ده هيبقى في وسط المستند. هخليها جنبي في وسط الصفحة. يعني في قلب الصفحة نفسها تكون الايهة كده هتقاليها طايرة. لو انا مش محتاجها بقى وخلاص ما عندش عايزها واقوم اقول له من هنا غلط هتقوم مقفولة التول باردة هيقوم مقفول نتيجة ان انا خلصت استخدامه او مش عايزه او لسه اه هعوزه قدام فلما هعوزه ابقى رجع له تاني. اظهار واغفاء اشرت الادوات. اشرت الادوات بنجيبها من قيمة عرض. وبعدين بنروح اشرت الادوات. يقول انت عايز تظهر اشرت الادوات ايه? فيه تلاتة لازم ان يبقى ظهرين معي اساسي. اللي هم ايه? قياسي وتنصيق وراسم. قياسي وتنصيق وراسم. دول التلاتة دولة شائعة استخدامهم مدام قدام عالم الصحي بازاهر معك. لكن فرطنا ان انت حتيجت حاجة جديدة مثل جداول والحدود. راقيق. والعرضוטشارية السريطة الدولة والحيجية و Hong Kong جديدة. هتقوم لعرض.MM على Margaret الشيطة ادوات وتقوم داسع على جداول وحدود. هيتعلم قدام اختيج. وهتظهر لك ю ojos جديد جداول George DAY ع 비ฟ. وهتظهر لك.� هيدة تورايعني صحيحا. جديدة. هو بتاع جداول والحدود. يساعدك على executive وفرضنا ان واحد محتاج الورد و الارد. الشيخات يقول لها ان شاء الله من النعود باستعداده تصريح اي واحده من الاشريط الادوات هيروح بعدك ادوات ادوات ويختار الورد او person or world art او الشيخ اللي هو محتاج. نمزق اشرية الاشريط الادوات الاشكال ده اشريط الادوات القياسي ده ادوات التنسيق ده ادوات بتاع راسم. هذه الاشريطة يحتاجهم جامد جدا جدا جدا. ادوات الثلاثة يحتاجهم جامد جدا جدا وغالبا باستخدامهم على طول. هنوفر هنا قليلا نقول ايه الادوات اللي موجودة هنا. الامكانات المتاحة حالية في ادوات قياس كثير وتنسيق ورسم بدوني البداية اللي انا بحتاجها عادة. فهنلاقي هنا لو افتح اداها سيفتح لي ملف جديد. صفحة جديدة مستنق جديد ثاني انا افتح مستنق ادواتي. عايز افتح واحد ثاني. بحسب افتح الاثنين مع بعض. فاضغط على هنا. ده بيفتح لي واحد جديد. دي حاجة. تاني حاجة ده. ده اوبن. يبقى ده بيفتح لي مستنق جديد. مستنق جديد فاضي. فارغ. انما اوبن ده عشان افتح واحد كنت حافظه على الجهاز عندي قبل كده. يعني عايز افتح واحد انا كنت عامله قبل كده. ومسيفوا على الجهاز فاه allez افتحه. لابد ان هفتح قواعد فاضي ده بيفتح قواعد مكتوب في انا كنت احافظه قبل كده عنده جهاز. بعد كده العلامة ديت بتاعت praia safe. بتاعت ااع الحفز. يعني انا عايز احفظ التغييرات اللي عملتها على المستند. يعني انا فتعحت المستند واعدلت فيه، وعايز احفظ التغييرات. هاجي من هنا وضغط على ادعه. لابد ان هكده التغييرات انا اعطيتها و流行تها والقديم توفيل. يعني الوضعية العديمة لديت الكمبيوتر نسيها وسيحفظ للجديد بس. ده شيء. طب واحد يقل لي فتحنا مستند جديد. يعني فتحنا مستند جديد الأبيض. وضغطت على الوضعية هو اللي هو بتحافظ. يعني الأبيض سيتمسح. والكلام اللي انت كتبته يسلح الكمبيوتر وكلام هتخافظه. لكن هيقول لك حاجة يقول لك انه انه مش هي ايه مش هيلاقي له اسم. خلاص? طب في حاجة لو انا فتحت واحد وكنت عايز اسايفه في وضعها تانية وفي حاجة تانية. يعني انا مفاتح محمد. عملت تعديلات في محمد ده. بس عايز احتفظ من محمد القديم زي هما واعمل الجديد اسميه احمد. هقول لك ده ممكن نروح لحاجة في قائمة فايل اسمها حفظ باسم او في قائمة ملف. اه في فايل سيف اس وفي قائمة ملف حفظه باسم. ده بيحفظ لي الحاجة الجديدة لوحده وبيسيب لي القديمة زي ما هي. اه برجع اقول له ما تسايفش القديمة ما تسايفش التعديلات. هيسيب كل حاجة زي ما هي القديم وانا احفظ الجديد باسم جديد. نغش على هنا نلاقي ده اسمه ايه? برينت بريفيو. يعني بيستعرض لي الصفحة لو الطبعة هيبقى شكلها عامل ازاي. ده بتاعي البرينت ده بتاع الطبعة نفسها. اننا عايز اتباع الصفحة. كويس? بعد كده عندي هنا ده بيعمل لي لينكات. يعني بيعمل لي اه حاجة في المستنج كده بحيس ان انا ضغط عليها لينك. يعني صورة او كلمة او سطر او براجراف اي حاجة. اه اضغط علي ايه يوم بفتح لي صفحة نت اه انا محتاجة او متعلقة بالموضوع. بعد كده هنا دولت بتاع الجداول تات الدولت بيساعدين على اسم الجداول. بعد كده بتوع ده بتاع العواميد. لو تلاحظ حضرتك تلاقي في الجرنان مكتوب عمود. يعني ايه يقول لك عمود فلان. عمود اللي هو كده. وقصده عمود تاني. والكلام هنا مرصوص وصاب بعضه. والكلام هنا مرصوص وصاب بعضه. طيب ازاي عمل الحركة ديت عن طريق الخاصية ديت اللي هي بتاع العمدان. ان الكلام بقى مرصوص فوق بعضه هنا وفوق بعضه هنا. في نفس الصفحة اه اه ادركت باكتر من عمود. بعد كده هنلاقي هنا بتاع التجبير. طبعا امام الأدوات مش مش رط كلها. اه اه بعد كده اه اه ه هنا الام المستند. السعاد كمسة كمسة وسبعين في المية. مع ظوم بنسبة خطربين في المية. اه 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 اس SaaS للصورة بنسبة خطع سبعين Marin باس ما اصطعت ش كل حاجة السعاد 75 في المية بس ولا اه اسطعت المية في الماء بشكل مية في المية. ذه كاني كأنه كان معاها كاميرا وبيقرب وببعد من الشاشة. فلما بقرب بيسموها zoom three in لما بيسموها zoom out. يعني باس هة اتغر الصورة و اكبر الصورة كي انا معها كاميرا و اقرب و ابحث فمن هنا اضبطها زي من عيسى 75 او 100 او 150 او 200 طبعا كل ما اكبر انا اقرب من المستهد اكتر فلاقي الكلام كبر قوي بس هنا الكلام كبر في شكله بس انما لو في الحقيقة ما كبرش يعني في الحقيقة انا قربت منه انما الكلمة نفسها الفونت بتاعها ما كبرش حجم الخط بتاعها ما كبرش بعد ذلك عندي الاداة ديت لو انا محتاج ان اقرأ المستند ككتاب اصفحتين مفتوحين اصاب بعض بعد ذلك عندي ديت لو انا محتاج مساعدة من برنامج الورد هلاقي هنا انواع الخطوط اشوف خط او خطين انا بحبهم او بفضلهم او مشهولين بالنسبة لنا يعني انواع الخطوط دي هنشوف اشكالها حالا ان الخطوط دي عبارة عن انواع كل نوع زي مثلا عندنا احنا الرقع والنسر هذا نكتبه بطريقة ففي ملايين من انواع الخطوط بتكتب العرب والانجليزي المختلف ولكن ممكن خطوط تكون معمولة للانجليزي بقى استيج الطبيعة العربي وفيه خطوط معمولة للغات كلها وفيه خطوط معمولة للغات كلها وفيه خطوط معمولة للغات معينة نلاقي هنا حاجة كثير من الناس ما بيستخدمها اللي هي منحتاج نزبط المستند او منحتاج نزبط النص بحيث ان نقوله التعامل مع النص ده يبقى عادي ولا نسقه على انه مثلا على انه عنوان رئيسي في الصفحة كل واحد ايه بشوف ايه النوع والهتلين ده انواع ممكن يبقى هتلين شكله كحاجة فلاني او تاني او تالت بختار الشكل انا عايشة هنا الفونت بغير الفونت يعني بكبر و بصغر الخط ده 12 لو كبرت لو عايز اكبر الخطة خليها 14 18 20 أي حاجة اشترك 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 اني اشترك بعد ذلك عندي لو انا علمت اي حاجة اقوم بعملها تنصيق بشكل عام لازم اعلم على الكلام الذي انا اقوم بقى تنصيق الكمبيوتر لم يشعر ان انت عايز تنصق ايه لازم تعلم على الكلام حتى لو كنت نجد أن تنصق المستنج مع بعضه فلازم تعلم على المستنج يعني كل الكلمات مزرقة يعني كل الكلمات حواليها الاخار او الخلفية الزرقة بحيث نتحقها منك عايز ان تغير في شكل التنسيق ده انا اغير في شكل الكلام فهنا بخليه بولد يعني بخلي الكلام بخطة خين هنا بخلي الكلام المايل هنا بخلي الكلام مشدود تحته خط يبقى ده بولد بخطة خين اي مايل ايو تحت خط بشد تحت الكلام بخط بلاقي هنا اربع عمليات محزان العملية الاولى ان انا حازع اليمين يعني ان ابدأ اكتب من اول اليمين نحن ابدأ ماهي واحده وماهي واحده ايضاً العملية اخرى ان احازم لده بسطوله ان الخطوط للكة لا تصبح اللي بداية من الشمال او من اليمين انها مش مشكلة الاختبات على صحيح ان ابدأ من الاختبات ويبقى السطر نصف يمين ونصف شمال فسطر نصف يمين ونصف شمال المهم من السطر يبقى نصف يمين ونصف شمال هنا سوف أحاول أن أقوم بإحساس محاذا من اليمين وعلى الشمال في نفس الوقت أحسن أن الكلام يتمسوص بالساكل طبعاً نحن كعرب غالباً منحازي على اليمين غالباً منحازي على اليمين والشمال ليس كذلك بعد ذلك العلامة تقول لي المسافة من السطور يعني ستريد مسافة من السطور أكتب السطر أو السطر بمسافة معينة وقبل المسافة أحاول إنسي مجموعة من السطور إذا أريد أن أكتب السطر من اليمين للشمال إذا أريد أن أكتب السطر من اليمين للشمال بعد ذلك أريد أن أقوم بإحساس على هيئة نقطة نقطة أولى نقطة أخرى نقطة ثالثة أريد أن أتكلم عن شكل أرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 إذا أريد أن أتكلم في موضوع محتاج ان اوضح مجموعة حاجات منطبطة بعض اقول 1 2 3 4. ده لو انا عايز اعمل خلفية للكلام خلفية للكلام بتاعي يعني اكتب الكلام مثلا بلون ويبقى وراء الخلفية بلون تاني بحيث ان الكلام يبقى باين. ده لو انا عايز الون الكلام اغير لون الكلام. ايه? الزرق. يبقى العلامة دي انا عايز اخلي الكلام بلون. مش اخلي الكلام بلون. اعمل خلفية للكلام. يعني الخلفية بتاع الكلام اللي انا كتبه ده خلفية بيضة اهي. يعني حوالين الكلام اللي انا كتبه هو منطب اللي حوالي كلها بيض. لو انا عايز اخليها زرقة او حمرة. كذلك لو انا عايز اغير لون الكلام اخليها ازرق او احمر او اي شكل من اشكل. هنا دي كلها ادوات رسم. ده لو انا عايز ارسم خط مستقيم ده. او انا عايز ارسم مستطيل. ده انا عايز ارسم دايرة. ده لو انا عايز اكتب امربع اه حاجة معينة متعلقة بالرسم. ده لو انا عايز اعمل اه كتابة بالا بالورد ارت يعني اعمل عنوان رئيسي بشكل جمالي معين. واعمل عليه مؤسسات معينة. ده لو انا عايز اعمل تأسيمات مختلفة للكلام. يعني احط الكلام اه في مجموعة تأسيمات. يعني اقول مسلا الحاجة الفلونية بتنقسم الى كذا وكذا وكذا. واعمل ما بينهم ايه علاقات. اه. بحيث توضح للتأسيمة. الادوات بتاعت الرسم هنا الخط لو انا عايز ارسم خط اه داش يعني خط اه اه صورات جمع بعضها. لو انا عايز ارسم ارسم اشكالها المختلفة. لو انا عايز ارسم حاجات مجسمة مستطيلة اه مكعبات اه اشكال مجسمة. كل الادوات دي متحالف البرنامج الورد بحيث ان انا اقدر ارسم واكتب وانسق واقلف وعمل كل اللي انا عايش فيها. هنصعد بعض ازيل اشياء بالتفصيل خلال الشراح القادمة ان شاء الله وبعد كده هنبقى نكمل الباقي اتباعا في البرنامج. بعد كده طبعا تحت لو اخطب لك ايضغر لك جداول للحدود. لو رجعنا هنا. ايضغر لك الجداول والحدود. الجداول والحدود هو اللي انا عايز اعمل جداول. لو اخطب لك اتلاقي من ال ايضغر لتوجيه ايضغ الناس سيكون. من ال�� الاز黑ه. سيكون ريتم ايضغ الة ايضغ ايضغ ت locations او ايضغ اصب. توضع الكلام مكتوب مرصوص. زلك سيof. اكبر ايضغ ايضغ درسدAc. وسيكون الل Babe za شكل مبهر يعني زي وزي شكل اي كتاب من الكتب اللي انت بتشتريها في السوق او بتشتريها من السوق او بتشوف اشكالها وبتستغرب مسلا لو 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 انت كنت بتتأمل موضوع ده هتلاقي نفسك بسبب يعني مسلا اللي عمل حاجة دي التعب فاقد او عملها بالشكل الجميل والبديع ده لدرجة ان انا فاهم اوي التعبير اللي المؤلف عايز يقوله عن طريق رسمة توضيحية دي فهتلاقي ان برنامج وورد بيتحلك حاجات زي كده اللي هو البرنامج على فكرة رقم واحد عالميا في الموضوع ده موضوع معالجة الكلمات رقم واحد ته الورد يعني اي واحد يشتغل في مجال معالجة الكتب مجال الناس ومجالة المكتبات لازم يكون تعمل مع الورد على مستوى العالم ده رقم واحد يكون بقع في تحامل مع الورد فهو برنامج مهم جدا وموثل جدا وعتباعا لما هنأخذ فيه حاجات اكتشف ان انك تعلمت حاجات كتير وستفدت حاجات كتير وامكانية زادت جدا مع البرنامج. انهاء البرنامج بعد ما خلصت عايز اقفله ويقفله عادي من علامة الاكس بتاعتنا وعلمة اضغلط اللي فوق ديت. اغلاق البرنامج. او من هنا لو انا عايز اقفل ايه? الملف اللي انا فتحه بس يسيب البرنامج مفتوح. يعني الملف اللي انا فتحه هقفله. ومش عايز افتح ملفات تانية. فهيقفل اه لا هنا هيقفل البرنامج كله بحيس ان انا ارجع للويندوز واشوف انا عايز اعمل ايه? هنا هيسيب لي البرنامج مفتوح. بس هيقفل لي الصفحة او الملف اللي انا كنت شغال عليه. او من قيمة ملف طبعا اي انهاء هيقفل لي البرنامج. تعامل مع النص? انا عندي شوية حاجات اختصارات باستخدامهم على على الكيبورد. اي حاجة اقدر اعملها بالكيبورد اقدر اعملها بالموس. واي حاجة اقدر اعملها بالموس اقدر اعملها بالكيبورد. يعني الاتنين بدائل لبعض. بشكل عام ما فيش حاجة اقدر اعملها بالكيبورد. او العكس. ده بيراعوا الموضوع ده في كافة انوع البرامج. ففيه حاجة اسمها الاختصارات. اللي هي ايه? ان انا بدل ما استخدم الموس استخدم الكيبورد اسرع. ما تكدر ان انا بشتغل على كيبورد كثير. فلاقي ان استخدامها اسرع بالنسبة لي. طب المستخدم اللي مبتدئ. بتلاقي المستخدم المبتدئ او لسه بتعامل مع النمج غالبا يحب الموس. ولكن ده بترجع للميولك الشخصية. بترجع للميول الشخصية للانسان. فنحن ناخد اختصارات كمان بتاعت الكيبورد للناس اللي تحب تشتغل بالكيبورد اكتر من الموس. الاختصار الشهير بتاعنا. قلت وشفت. قلت مع الاستمرار. دايما نقول لك كلمة زائد. اللي قبلها بضغط عليه ولم يشيل ايدي. اللي بعدها بضغط عليه ضغط واحد. يعني الوقت عايز اضغط على الت وشفت. يبقى ضغط على الت. وليس اشيل ايدي. وهو يقول لي زائد وشفت. يبقى الشفت. سأدوس على مرة واحدة. وبعد ما ضغطت على الارض بصابع. سأدوس على شفت بصابع تاني. ده لتغيير اللغة دون الاتجاة. هنا أغير اللغة من عربي والانجليزي ولن غير الاتجاة المتبه. بمعنى لو ان كنت سأكتب من اليمين للشمال لا أغير اتجاة الكتابة. هذا اسم اتجاة الكتابة. من يمين للشمال او من الشمال اليمين. هغير اللغة بس. ولكن فرضو ما اكتب عربي retr twe道ة من الشمال اليمن. لا. الأرجح سأقول لي أحسابه عادي. دعنا مشكلة. لو سأنا اغير اللغة وسأغير الاتجاة. يعني اكتب بans story inGlaz. وبعدين نكتب شواء كلام تحتيه عربي. في ناس بتحتاج تكتب انجليزي كده وعربي كده وارده. طبعا الكلام بيبقى مترتب. ده اتجاه كتاب فقط. انما الكلام بيبقى مترتب برده. بس البرنامج بيكتبه بشكل اه مش من الاشكال المعتادة او المقلوفة ان احنا بنكتبها بخط الايد. المهم. فنجد الوقت عايزين نغير اللغة بس ومن غير ما نغير الاتجاه وهذا اللي غالبا منحجك. نكتب عرفة من يمين الشمال. فنجousing اللغة مفتوحة من يمين الشمال وا التجاهد من يمين الشمال. فالتغيير اللغة دون الاثجاه. وهنا ص search écoleürd''P dels alt و shift قهواني، هناك هو التجاهkiej، يعني هو ازاني عرب شفت زائد المفتاح شفت زائد المفتاح ت Gorb هل انا كنت كتب 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 العالي ان اصلا اكتب الحرف الصغير او الحرف التعليم او احضر الحرف المطلوب حشفت مو مستخدم انما انه ارتفع انا اعجب اكتب حرف تاني يبقى shift والحرف تاني. لو لحظت مثلا هتلاقي ان انا بكتب اه جنب shift على طول هتلاقي حرف الضه هتلاقي حرف الضه زم جنب ال shift. فانا لو ضغطت على اه زه بس هيتكتبلك زه. طب لو عايز اعمل علامة الاستفهام هتضغط على shift Z. لو عايز عمل علامة الاستفهام هتضغط على shift Z. تمام? لو انا عايز اكتب حرف الزين. هادغط على حرف الزين بس. طب انا انا عايز اعمل نقطة. هادغط على shift زين. يبدو ان اختصار المهمين جدا. ازاي اعمل. ده من الناس بتسأل فيه. ازاي اعمل علامة استفهام و ازاي اعمل نقطة? ازاي اعمل علامة استفهام shift زين. ازاي اعمل نقطة shift زين. لو انا عايز اكتب الحروف التالية كلها كبيرة مرة واحدة. caps lock. اضغط على حرف بتاع العلامة بتاع اللي احنا اخدناه في الكيبورد. اضغط على اللي احنا اخدناه في الكيبورد اده يخلي كل الحروف كبتل كل الحروف كبتل. طب لو انا عايز ارجع للسمول تاني اضغط على كابس آآ مرة تانية ارجع لي كل الحروف صمود. طب لو انا عايز اول حرف بس كابتل هضغط على والحرف الاولاني. وبعدين اشير ايدي من على وقت بقيته الحروف عادي. طارق مسافة فارغة بعد ما بخلص كل كلمة بعد ما بكتب اي كلمة بضغط على المسترة. بضغط على المسترة. عشان انvu التم試ي يفهم ان انت خلصت الكلمة. لو ما بدغطتش على المسترة هي دخلت كلمة بعد نز embassy تنفى على مثيرها. فالنزاtaaك في الاتقل على بعضها. تنا passes على المسترة. طب بعد ما خلص الكلمة اضغط على الان. انا خلصت ده وحطت النقط Hoffman antig Buddy Army. ويلا بدأ في سطرة جديد. اضغط على ترك ستة مسافات فارغة اريد اترك ستة مسافات وراء بعد الفارغ بدل ما اضغط على المستهرة ستة مرات اضغط على تاب يخلنا اضغط ستة مسافات طب لو انا عايز استخدم الوحة الارقام الجانبية اللي لاقيها عندي على اليمين اللي كلها ارقام ديت لازم اضغط على زرار نملك وذي قلناها قبل كده وبنقولها تاني اهو نملك اللي هو الزرار اللي فوق آآ على على الشمال في اللوحة للقام الجانبية هنلاقي فوقي لمبة بنورة او مش بنورة لو مش بنورة وانا عايز استخدم يبقى لازم ادخلها بنورة يبقى لازم اضغط على بداية فقرة جديدة يعني خلصت الكلام وعايز ابتدي فقرة جديدة بعد ما اخلصت السطر اه مثلا عايز ابتدي سطر جديد او عايز ابتدي فقرة جديدة يعني هيدغط على الانتر. علامة الانتر دائم في الكمبيوتر بتبقى العلامة دي. مسح حرف السابق باكس بيس اللي هى اللي قلنا عليها السهم السهم اللي بيقى فوق او باكس بيس ممكن تلاقي مكتوب عليه باكس بيس المكتوبة موجودة فوق انتر. بس حرف تالي delete طبعا قلنا باكس بيس و delete بيختلفوا من عرب الانجليزي بيتقلبهم يعني ما انت العرب بيكتب من من اليمين الشمال الانجليزي بيكتب من الشمال اليمين فده بيبقى عكس ده فانت لو متعود على الشكل من الاشكال اتعود بقى ان العربي بتضغط باكس بيس بيمسح الحرف السابق الانجليزي بيسح الحرف التالي اللي هو بيقع على يمين وعلى الشمال فالانجليزي بتحكسه بقع الشمال وعلى يمين لحاشر الحرف بدأت على الزرار بتاع insert عشان احشر حرف يعني كلمة نعايز احشر في وسطها حرف مفاتيح الحركة طبعا بحتاج ان انا اتنقل عن طريق الاسهم يمين وشمال عشان اتنقل ما بين الحروف فوق وتحت عشان اتنقل ما بين الاسطور طب لو انا عايز اتنقل ما بين الكلمات control والاسهم يعني اجيب الكلمة الاولى اول حرف في الكلمة الاولى وبعدنا اول حرف في كلمة التانية وبعدنا اول حرف في الكلمة التالتة لو انا عايز اول السطر بضغط على home لو انا عايز اخر السطر بضغط على int لو انا عايز اضغط اه اجيب اول الملف خالص بضغط على control home لو انا عايز اجيب اخر الملف بضغط على control int لو انا عايز اجيب صفحة لاعلى باقب لو انا عايز اجيب صفحة لاعلى اسفل يعني بضغط على عشان اطلع صفحة لفوق عشان ننزل صفحة لتحت. طبعا عشان اختار اجزاء من النص مكتوب. ممكن اختار بالماوس ده اكيد طبعا. وممكن اختار بشفت زائد مفتاح الحركة اللي هي الاسهم. ابدأ اضغط على شفت واضغط على الاسهم في ابدأ يختار لي اجزاء من النص ديت ويعلم لي عليها بلازره بحيث ان انا ممكن اعمل لها كوبي او كط او اعمل فيها اي حاجة. لو انا عايز اختار كل النص المكتوب قدامي النص من اول والاخر وبدأ كنترول ايه بيعلمني عن نص كله عشان اعمل له عملية المعالجة اللي انا محتاجة. بعد كده تنسيق الكلمات. هلاقي في تنسيق الكلمات بختار نوع الخط حجم الخط لون الخط. فتنسيق الكلمات ده بيتم من قايمة تنسيق. فاول حاجة في قايمة تنسيق هي الخط. بضغط على خط ديت اجيب تنسيق وضغط على الخط. هيفتح لي نافذة شهيرة جدا. اه هنشوفها كمان شو هي. ده دي قايمة تنسيق اللي موجودة عندي في في الويندوز نفسها. دي قايمة تنسيق اللي احنا جبناها من ايه? من قشرة الادوات. خلناها زهرة قدامي. او هي بتبقى زهرة غالبا. القايمة دي بتساعدني في حبة حاجات سريعة. طب لو انا محتاج اعمل معالجة عميقة شوية للحاجة اللي قدامي. ما ينفعش بقى اه اجيب قايمة التنسيق دي بس. لا ده انا محتاج خواص ازيد. فخواص ازيد دي هاجيبها من من فوق بقى من تنسيق خط. فلما هفتح تنسيق خط هفتح لي بقى النافزة دي. النافزة دي بقى فيها من هنا للسنة الجاي. تكفيك زي ما انت عايز. حيستعمل في الخط اللي انت عايزه. هنشوف مع بعض حين حبيت حاجات غريبة. ما قدتش تتخيل اصلا او ناس كتير ما كانتش تتخيل ان فيه حد يحتاجها. بس اه يعني اللي بيتعاملوا مع الكتب والحاجات دي يعرفهم ان احيانا فيه حاجات غريبة جدا من يحتاج ان احنا نعملها مع مع الكلمات. فده القايمة قدامي ببقى قدامي طبعا الخط النص اللتي انا عايز اكتب تايمز اه نيو رومان دي نوع من الخطوط. لو انا عايز اغاير هذا اطلاقنا وغير الخط. طب لو انا عايز خط عادي ولا ميل ولا غامق. غامق يعني خط سميك تخين اللي هي بولد. فعادي ده هيعمل اللي خط عادي خالص. ميل هيخلين الكلام ميل كده. اه غامق هيتقل الخط بدل ما هو كده هيكتب لي بايه بخطة خين. كاني بكتب قلم خطه تخين. حجم الخط ممكن اغيره. خليني بدل اتناشر اكبره اصغره زي ما انا عايز. ده نوع الخط زي ما قلنا. بالانجليزة هو نفس البتاع نفس البتاع نفس البتاع جبناها فونت بدل ما جبنا خط بس في الانجليزة يلاقي فونت وفونت ستايل وسايز. يعني عادي. لو انا عايز بعد كده اعمله ميل اه تالك بين وبعدين بولد. يعني اعمله غامق او خط تقلي. دي انواع الخطوط. انواع خطوط كتير جدا. كل خط اصاد الشكل بتاعه. يعني اشوف ده الشكل بتاع الاي بي سي لو انا كتبتها بعد كده ده بعد كده السيمبل بعد كده الاقي اشكال كتير جدا وانواع كتير جدا الخطوط. او باسم الان رحمة الرحيم شوف اه الاشكال دي كلها مختلفة عن بعضها. وهناقي فيه اشكال زغرفية جميلة جدا زي ده مسلا وزي ده. وزي ده. اشكال رائعة يعني. بتختار انت الخط اللي انت عايزه. وممكن لو الخطوط دي كلها مش عاجبك تجيب اي مكتبة خطوط من عن نت. وتركبها على البرنامج. اه بيبقى شكل الخطوط. ونصعد الموضوع ده في المستبه ان شاء الله. اه بيقى شكل الخطوط احلى واروح لو انت بتحب نوع معين او شكل معين من اشكال الخطوط. في تنصيق قلنا من هنا بنختار نوع الخط. هنلاقي قدام. هنلاقي قدام شكل المجموعة اللي الفوق دي تلاقي اكتر الخطوط استخداما. يعني اكتر خطوط انا باستخدامها. والتحت لها بقى الخطوط لو انا محتاج بقى الخطوط اختار من هنا. لو انا محتاج اكتر خطوط انا باستخدامها اختار من حاجات اللي فوق. بعد كده هنلاقي حجم الخط. فهنا حجم الخط 18 اشوف عامل ازاي. وبعدين 24 و28 و40 و60 و70. حجم الخط كمان من القيمة دي هنا. باختار اللي انا عايزه. تكبير. لو انا عايز اكبر الخط. بعلم على المكان. حاجة اللي انا عايز اكبر. يعني الناس بقى نعلم على باسم بنها رحمة رحيم. ده انا عايز اكبره. بعد نضغط على كنترول زائد دال عشان اكبر الخط. كنترول دال. بعد ما اعمل كده كنترول دال. كمان كنترول دال كمان مرة. يقوم نكبر الخط. بدل ما كان اتناشر بقى تعتاشر. بعد كدار بعتاشر. خمسطرش. فانا بقى او معامل على المستنج كله. عمل كنترول دال كنترول دال كنترول دال كنترول دال لحد ما وصل الخط اللي انا محتاجه. طب تصغير كنترول جيمة. هي تكبير كنترول دال تصغير كنترول جيمة. هنا بشوف الخط نمط الخط. الستيل بتاعه يعني عايزه عادي ولا ميل ولا غامل. ده العادي. ده المايل. لو لا حصة تلاقي باسم الناحمر او السطح يميل قليلا حيث اليميل. يبقى هذا عادي. ميل. غامق. الخط يبقى دخين. غامق وميل. يعني غمقها تقل الخط وفي نفس الوقت ميل. الكلام ده انا بعمله من هنا اهو. ده العادي مفيش مشكلة. هنا الاتاليك. اللي هو بيخليه الخط ميل. هنا البولد. بيخلي خطه غامق. طيب لو عايز اخلي خطه غامق وميل. يعلم عن المستند. وبعد نضغط على الاي وبعد نضغط على البولد. اضغط على اثنين. يعني اضغط على الاي وبعد ان بعدها اضغط على البولد. لو انا عايز اخليه ميل بس. اضغط على الاي بس. اضغط على الاي بس. اعايز اخليه ميل بس. اضغط على الاي بس. اعايز اخليه غامق بس. اضغط على البولد بس. لون الغط. لون غط التلقاء. الوان المعتاد بتاعنا مثلا لون نسود. او انا عايز اغير الالوان او اعلم على النص اللي انا عايز اغيره عليه. ان اغير اللون عليه. اعلم معليه بالماوس. وبعدين اختار اللون اللي انا محتاجه. نمط التصطير. لو انا محتاج ان انا اعمل التصطير باي شكل مشكلة موجودة دي. بعمل التصطير زي ما انا عايز. طب لو انا عايز اعمل مؤسرات. يعني اعمل دي انا من الحاجات مثلا انا بستغرب جدا وجودها او بستغرب جدا ان حد يكون محتاجه اصلا. لو انا محتاج اشطب على كلمة من الكلمات. فهقول لك ايه يا توسطه خط. ده انا محتاج اصطب على كلمة الخط الكلمات. دلما ما لايجي تحت كلمة معينة يعني بريفيو. يعني ايه اللي يحصل في المستند بتاعك لو انت خطات الخاصية دي. بيفرجك عليه عشان ايه قبل ما تقول اوكي تكون عارف ايه اللي يحصل. او تكون شايفه بعينيك. عشان ما ترجعش تصليها حقا بعدها. يا توسطه خط. طب يا توسطه خط مزدوجة. يعني خطين فوق بعد. اذا لم اشطب على كلمة بخطة هشطب على بخطينة. طب مرتفع يعني اخلي الكلام فوق السطر. منخفض اخلي الكلام على السطر. او نسبيا تحت السطر. مزلل. لو انا عايز ازلل الكلام. في خطبها كتلاقي فيه تصليل خفيف العرف ازاي. خلاص? اقوة تلاقي مفصل ومزغرف ومحفور وحاجات غريبة يعني. ده المقياس لو انا عايز اخلي تباعد ما من الاحرف نسبة العرض اللي ارتفاع. يعني انت عايز تخلي النسبة من العرض والارتفاع ايه? العرض ده. والارتفاع ده. مسابة من هنا الهنا ومسابة من هنا الهنا. عايز تخلي النسبة منه ادي مية في المية. ولا اكبر ولا اشوف هنا. النسبة تلاقي مختلفة. ده عادي وده ايه? ده العرض كبر او الارتفاع. قال. العرض كبر او الارتفاع. قال. ده التباعد عايز تخلي انت بعض ما من الحروف. يعني مسابة من الحروف. اخليها صغيرة ولا كبيرة. ليس عادي وموسع ومكسن. شوف هنا مسافة من الحروف. هنا مسافة عادية. هنا زود المسافة ما بين الحروف. الوضع. موضع الحروف. الموضع عزي. موضع الحروف رأسيا. شوف الحروف. شوف ان لو عايز اغير مكان الحروف. يعني عامل فاكالتي. شوف جاء على الحرف معي قال لك لا. ارفع الحرف ده فوق. لا نزل الحرف ده لتحت. لا طلع علي ده. لا نزل ده. يعني برنامج جميع من حاجات غريبة. اللي هي نورمال ورازد. يعني نورمال هو الوضعية العادية. ان الحروف تبقى ماشية كلها مع بعضها. يعني امسك حرف او كلمة اقول ايه? ارفع كلمة دي الفوق. او ارفع الحرف ده الفوق. يعني نزل الحرف ده لتحت. تنسيق الفقرات. عندي اه فقرة هو كاتبها اه بعد كده اقول له ايه? اعمل لي محاذاة الى اليمين. او ايه? الله يمنت رايت. محاذاة الى اليمين ايه. فانا عندي محاذاة اليمين. ممكن اقول له بقى ايه? المحاذاة اه كشيدة صغيرة وكشيدة متوسطة وكشيدة كبيرة. الحاجات اللي عندي دي حاجات يعني ايه? محتاجة انك تطبقها عشان تعرفها. مش عارف ان لقيت عبر اه ايه يشرحها يعني. محاذاة الفقرة اليسار اللي احنا اخذناها ان انا حازي بقاس ان الكلام كله يبقى بدايته من اليسار واحدة. والنهاية مش مشكلة. هنا محاذاة الفقرة الوسط يعني بحس ان انا حازي على الوسط. يبقى كل الكلام يبقى ان الكلام فيه خط تماثل هنا. اللي هنا زي اللي هنا بالضبط. محاذاة الفقرة اليمين محاذاة الفقرة من الجهتين. هنا السطر بتاع باسم خط ناح مرة عحيم ده محاذاة الوسط. لان باسم خط ناح مرة عحيم في وسط الصطر. طيب هنا هلاقي الفقرة الاولينية محاذاة على اليسار كل الكلام بدء من نفس النقطة. كل الكلام بدء من نفس النقطة. بدء بنعي نفس الخطة. وهلاقي الجزء اللي تحت Still metros كل الكلام بدء ومن هنا نفس الخطة تحت لك هنا احاول ان أجعل حزاء على اليمين و على الشمال في نفس الوقت الاتجاه همشي من اليمين للشمال امشي من الشمال اليمين كيف أحب هنا همه السهم يقوم بالسهم من نسجل نحي الشمال هنا السهم عكس الاتجاه لأنني أمشي من الشمال اليمين ترك مسافات قبل الفقرة على اليمين او بعد الفقرة على السار ترك مسافات قبل وبعد الفقرة كلها يعني سيب مسافات قبل وبعد الفقرة كلها يعني الفقرة كلها على بعضها ولا السطر الاول بس السطر الاول هو اللي سيب مسافة قبل وبعده ولا طبعا اولانية الفقرة كلها على بعضها يعني الفقرة كلها زي بعض كل السطور زي بعض هنا اخصص السطر الاول بحيث ان انا هسيب مسافة قبله بحيث ان هو سيكون ايه باي او ترك مسافات قبل كل الاسطور معادة السطر الاول في السطر الاول معلقة يعني ايه يعني انا هسيب اه هنقوله مع بعض ترك مسافات يعني انا عندي المفروض ان اكتبت من هنا فانا قمت جاي كل السطور كتب كده مجموعه دولت المفروض Jinmmd لان هنالها هنالها فاناها هنالها اقحبت مسافة قبل كل سطر وبعد كل سطеры بفاقرة لها مثل مجموعة الأسطر ذلت في مسافة قبلهم ولا يسافة بعدهم الحالة التانية اننا السطر الاول س carbono ترك مسافة السطر الاول فقط يأتي هنا raw feta قیروشت فى أحبا ظنج ابدأ يجب formula و بعدين oh 61 السطر ها فى Ну بدأ من هنا والاها ni وهان سطر المبعده بدأ من هنا و هنا وهذا تانية واحدة السطر الاول � embrace هو اللذي سهب مسافة قبله وبعد وحبا للنظر الصور النوب است الاول دا المفروض البابкт أنه نبودوا بس قبلها السطر الاول ستبدأ من هنا وهنا ستبدأ ج preparative كأنني سبت السطر الفوق معلق قد أثبت السطر الفوق معلق دقة الثالثة حالات التي أصدقها بقدر أن أسيب مسافة واحدة سمع من 2 أو 3 سنتبه أرى المسافة هنا ستساعدهم قبل السطر ستساعدهم قبل السطر ارا الى стطر الاول هنجد يعني السطر الاول vegetables of 2-2 نصنف. هنا بقى تغيير حد نهاية الفقرة. لو انا عايز هنا اغير حد نهاية الفقرة بحيث ان انا اجي من من اقف على هذه البحيث بحيث ان اغير حد نهاية الفقرة. او أحرك السهم. اقف هنا حد ما يجيلي سهمكم ابدأ اغير باعث جدد في حد ايه مش نهاية الفقرة بقى في ساحية الكتابة في الصفحة نفسها. دي تغيير حد giaット الفقرة وتغيير حد نهاية الفقرة. من 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 العلامة ديت . إنما انا لو قفت على حتة الزرقة ديت هيقير لي قدرتي في استغلال الصفحة. قدرتي في استغلال الصفحة. يعني ممكن اقلل من قدرتي في استغلال الصفحة حيث سيسيبها اغلبها ابيض. احيانا ده بيقى مطلوب. وممكن ازوت بحيث ان انا اكتب على الصفحة كلها. يعني اخد اكبر عدد من الكلمات على الصفحة كلها. تغيير بداية اول سطر. وهنا تغيير حد بداية الفقرة مع بداية السطر في ان واحد. تبعده الاسطر. هنا تبعد ا aspir yeah. الفقرة عن بعضها. يعني التبعد ده ممكن اخليه مفرد. اهو. يعني تبعد عادي. مفرد. سطر واحد. هنا تبعد صطر ونصف فتلاقي مسافات ما من السطرين زادت. هنا تبعد سطرين. يعني مسافات ما من السطور زادت اوي. هذا التبعاد ممكن يزوده الاربعة وعشرين نقطة اللي يقول لك عليهم لو أنت حسين تتعام التبعاد 24 نقطة يبقى 24 نقطة فى السطر يعني لما قوله 24 نقطة كان يبقى له طبعات سطر أنا تبعاد الفقرة عن فقرة التالية أن الفاتد كانت تبعاد من الأسطر يعني كل سطر وسيبقى عن السطر بعد وعدها طب الفقرات اللي هي مجموعة أسطر اللي تحتها مجموعة أسطر هنشوف ديت الفقرة والفقرة التالية اه قبل 24 سطر وبعد 24 سطر بعد 12 سطر يبقى قبل الفقرة هو قبل الفقرة سايب لي ايه 24 نقطة يعني سطر هنا سايب نص سطر ناشر نقطة بس اه شكرا لكم على الحصة السماعكم وتمنى ان انا قدش طولت عليكم في شرحنا للورد الجزء الاول ان شاء الله ونستقنف مع بعض الجزء الثاني بقيت الخاصة اللي في البرنامج وان شاء الله كل الحاجات اللي شرحناها مع دكتور عاطف ان شاء الله هنبدأ نشرحها بتفصيل اتباعا على مدار الدورة اه تاني وتالت ورابع لحد ما اه تكون اتفاهمت واتهضمت وصعيدنا اكبر قدر ممكن من المعلومات على مدار الدورة او على مدار السلسلة ان شاء الله عز وجل شكرا لكم على السلسلة معكم واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته